من فشي معك كابتن محمد عمر ومسألوش على بطل اليوم بطل النهاردة النادي الاهلي واستلم درع الدوري الممتاز 2022-2023 هسأل كابتن محمد عمر عن النادي الاهلي هذا الموسم في مجمل اعماله خمس بطولات في موسم استثنائي كل البطولات الممكنة حصدها النادي الاهلي انا بتكلم معاك عن النادي الاهلي الانها الموسم الماضي بشكل سيء جدا خسارة افراقيا وخسارة الدوري يتحول في فترة قليلة جدا انه يحصد كل البطولات دي في موسم واحد طيب زي ما كنا بنتكلم في الفاصل هعيد تاني جملة انا قلتها كتير النادي الاهلي كمؤسسة من جهة نظر الشخصية ونادي اوروبي كتب عنوان وخطأ في مصر وانا بقعني كل كلمة بقولها ليه نادي اوروبي؟ لان ده نادي زو سيستم كل واحد عارف بيشتغل ايه وبيعمل ايه مفيش خروج عن الناس والنادي اللي بيشتغل في وسط منظومة منضابطة زي ما قلنا قبل كده اكيد هيبقى نادي ناجح في بداية الموسم يمكن كان فيه بعض النقد يعني على المدرب كولر وكده لكن بنظرة المدرب انت فيه حاجات تحسها كريم لانك مارست مهنة التدريب فممكن تحس بحاجة جاية مع الوقت اولا كان عجبني جدا في مسألة تدوير اللاعبين بحساب وبعناية دون النظر لان ده فلان او علام الحاجة التانية ممكن كنا بنتكلم على حمدي فتح بالتحديد والتطور وعلى فكرة هضيف عليه ديانجي كمان والتطور اللي حصل لهم في اداءهم في حاجة صغيرة بتتعامل في الملعب بتخليني انا كمدرب افهم الراجل ده بيعمل ايه المهام الجديدة اللي بياخدها حمدي فتحي ولما مش حمدي بدأ ياخدها ديانج الى حد ما ينجي يمكن في بطش وقال من حمدي طبعا كتير فدي تركابة صغيرة يحسها المدرب دي حاجة تحسب لمستر كولر وبالتالي انا مش متفاجئ ان النادي الاهلي خد كل البطولات واعتقد انه من اعظم السنوات واهدى السنوات بالنسبة للنادي الاهلي صحيح النادي الاهلي كمان عايز عالك على اللاعبين مين اكتر اللاعبين لفتوا نظرك في النادي الاهلي الموسم ده عجبوك او انا فاهم ان الفرقة كلها نجحت بس مين اللعيبة اللي انت شايف نكات الاعمدة الاساسية في الفرق هو انت لما بتدي دور لكل لعب اكيد با هو عمود مهم جدا في الفرق صحيح لكن في لعيبة تصنع لك الفرق ايوة يعني انا ونجي نظري لما خد حمدي فتحي المهام الجديدة اضفت له جزء هجومي بشكل مدروس ومحسوب صحيح فمن وجهة نظري حمدي كان مؤثر جدا في الفترات الاخيرة انت عندك مفتاح لعب كبير جدا علي معلول ده الحقيقة يعني حكاية حكاية الواح بالامانة يعني صحيح محمد عب منع اتطور مستوى بشكل كبير جدا محمد الشناوي ديانج بدأ يتطور ولو نسبيا فعشان كده انا يعني مش قدر اقول واحد بعينه لانه كل واحد كان بيكمل التاني صحيح ودي عملية مرهقة جدا لأي مدرب ده بيكمل ده لانه الكرة مش زي ما الناس فاكرة التشكيل فلان فلان لعب فلان ما لعبش ليه هو تغير فلان وتنزل فلان في تفاصيل جواب الكرة مش كده كرة كرة جماعية فيها ربط جماعي بتربط الجبهة اليمين الباك مع الهاف مع الفيرود الجبهة الشمال هكذا تخترق من العمق يبقى فلان وفلان وفلان بتشتغل مع المهاجم ازاي تفاصيل معقدة جدا احيانا الناس بتتطور ان شغلة المدرب دي شغلة سهلة يا كابت المحامل تحطيت حداشر لعب ونزلت تلاتة في الشغل التاني وخلصنا لا 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 مش كده خالص اكبر من كده بكتير عشان تعمل جمعة جملة وتحفز جملة يا كريم عايز شهور عشان تعمل ضربة سابتة يشارك فيها اتنين تلاتة اربعة لعيبة لازم يكون فيه تفاهم بينهم التفاهم ده هتوجده ازاي بالكلام لا بالتكرار التدريب صحيح ويبقى فيه اخطاء حتى اخطاء من المدرب وازاي صلحها مع اللاعبين ويحكو لداي خدوات تدريبات تخصصية